اهلا بكم اينما كنتم في حلقة مدار الغد الليلة الوضع الوبائي لكورونا وجهود الحكومة لمواجهته ابرز محاور لقائنا مع ضيف مدار الغد وزير الصحة المغربي خالد ايت الطالب ما اسباب غضب الصحفيين في تونس وخطواتهم التصعيدية الاجابة في ملفنا الثاني لبحث افق الازمة ونبدأ اول ملفات مدار الغد من العاصمة المغربية الرباط فالمغرب دخل المرحلة الثالثة من انتقال الفيروس وفق تصريحات الحكومة وفي الاشهر الثلاثة الاخيرة تم تسجيل ثمانين في المئة من الاصابات المسجلة بالمملكة منذ انتشار الوباء في مارس الماضي تساؤلات بشأن قدرات المؤسسات الصحية في التفاعل مع تزايد الاصابات واستراتيجية وزارة الصحة لمواجهة المرض ومآخر التطورات فيما يتعلق بانتاج اللقاحات هذه التساؤلات وغيرها محور نقاشنا مع ضيف مدار الغد وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب وقبل الحوار مع ضيفنا نتابع هذا الرصد بشأن الانطلاق الوشيك لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا في المغرب وزير الصحة خالد آيت الطالب كشف أن الحملة ستمتد على مدار نحو ثلاثة أشهر لتلقيح ثمانين في المئة من سكان المغرب مع إعطاء الأولوية للعاملين في قطاع الصحة والتعليم فضلا عن المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أوضح الوزير المغربي أنه تم تخصيص 2880 مركزا للتلقيح في مختلف أنحاء البلاد ضد الفيروس وبخصوص التكلفة المالية للقاح سيحصل أصحاب الدخول الضعيفة على اللقاح مجانا من طرف الدولة بينما سيكون على باقي المواطنين تحمل الثمن ومن أصل نحو 37 مليون نسمة هو تعداد سكان المغرب أصيب نحو 337 ألفا أي ما يعادل قرابة 1% من إجمالية عدد السكان أما عدد الوفيات فوصل إلى نحو 5500 وكما نوهنا فإن ضيف مدار الغد خالد آية الطالب وزير الصحة المغربي رئيس تحالف المراكز الاستشفائية بالمغرب رئيس المجلس الإداري لمعهد الأبحاث حول السرطان معالي الوزير شكرا على قبول دعوة مدار الغد وسعداء جدا بتواجدك معنا اليوم أهلا وسألين أستاذ حازيم أهلا بك بعدما تبعنا الوضع الوباء معالي الوزير ما أسباب هذه الانتكاسة والأعداد المتزايدة في أعداد الإصابات وأيضا الوفيات على مستوى المملكة مع العلم أن المغرب ظل متحكما في نسبة تفشي الفيروس حتى الرفع المتقدم للحجر الصحي فعلا أستاذ حازيم كما ذكرتم في المقدمة حقيقة المغرب شاهد في الثلاثة شهر الأخيرة يعني منذ شهر غوشت وسط أشتمبر وأكتوبر انتكاسة التي تمثل تقريبا 80% من الإصابات المسجلة منذ ظهور أول حالة في مارس وهذا راجع للرفع التدريجي للحجر الصحي الذي شاهدناه في أوائل شهر يوليوز والذي كانت فيه الحالة الوبائية جد مميزة نظرا للحجر الصحي الذي عرفه المغرب والذي سجل نتائج جد جد حميدة وكان العالم كله يشيد بنتائجه وبالتالي بما أن كانت هناك عواقع بسلبية لا في القطاع السياحي ولا في القطاعها الاقتصادي ونظرا للحالة ضئيلة والقليلة للحالة النشيطة للإصابة بالكوفيد الذي وصلت إلى 564 حالة فقط في المغرب بدأنا تدريجيا في رفع الحجر الصحي وتزامن ذلك مع العطلة الصيفية ومع إقلاع النشاط السياحي وكذلك مع العيد الأضحى مما أدى إلى حركية كبيرة على المستوى الوطني فبالتالي كان من الموقع أن تكون ارتفاع على حدث الإصابات ولكن كذلك يوجد هناك أمر آخر وهو راجع إلى نشاط الفيروس الفيروس الذي تحول فبالتالي في الأوائل كان الفيروس يعطي حالة صعبة فاليوم التحول الذي عرفه الفيروس كان يكمن في سرعة الانتشار إذن هناك إجراءات اتخذتموه على صعيد حكومي لضبط الحالة الوبائية يتبعنا توجيهات الملك محمد السادس فيما يتعلق بكل الأوضاع داخل البلاد من أجل توفير الرعاية المناسبة للمرضى واستقبالهم الشارع المغرب اليوم يتساءل معالي الوزير هل أنتم مسيطرون على الوضع الوبائي بالفعل؟ شوف أستاذ حازم أنا أقول لك المغرب لا يشكل استثناء على باقي دول العالم فالحالة مستحيل هناك بلد يقول أنه يسيطر على الحالة الوبائية هناك تحكم في الحالة الوبائية نظرا للنظام ونظرا للمنظومات الصحية التي تحاول أن تواكب وتتلاءم مع الحالة الوبائية أقول لك أنه ليس هناك انفلات وهناك تحكم في الحالة الوبائية الحالات الحارجة التي اليوم تزداد يوم بعد يوم هناك سيطر عليها من ناحية التكفل العلاجي في العناية المركزة وفي أقسام الإناش وحيث هناك مواكبة بتوسيع الطاقة الإيوائية لجلب جميع المرضى اللي هم في حاجة إلى مدة الأكسيجين هناك معالي الوزير عدة تجاوزات رصدات في بعض المراكز الصحية سواء كان العامة أو الخاصة أنتم أصدرتم تسعيرة بكل ما يتعلق بكوفيد-19 هناك بعض المراكز لم تلتزم بهذه التسعيرة الخاصة بالمواطنين والبعض اعتبر أن هذه التسعيرة أضعاف مضاعفة يدفعونها عندما يذهبون إلى هذه المراكز هل هناك دور رقابي حقيقي وواضح؟ وكيف تتعاملون مع هذا الأمر كوزارة؟ صحيح هناك تجاوزات في الوقت الذي كان تكفل بالكوفيد حكر على المستشفيات العمومية في الوقت الذي عدد الإصابات ازداد وكان من اللازم أن القطع الخاص كذلك يشارك في تدبير الجائحة فبالتالي كانت هناك تشارك جد إيجابي ولكن لاحظنا تجاوزات من طرف بعض المصحات القطع الخاص وهذا ما يشعلش أنه يلطخ السمعة الجميع بل هناك بعض المصحات التي وزارة الصحة تقف على هذه التجاوزات وكانت لتكوين اللجنة لأن مرض الكوفيد اليوم لا يندرج في لائحة الأمراض التي يجب التكفل بها عن طريق المستشفى القانونية فبالتالي كان مجهود حتى تكون تكفل بهذا المرض يكون طابق للمساطر القانونية واللجنة الرقبية المزدوجة ما بين الوكالة الوطنية وتفتيشية العامة لوزارة الصحة ينكبون وتم توبيق ثلاث مصحات اليوم وكذلك هناك الانكباب على تسعيرة مرجعية حتى لا يتم تجاوز هذه التسعيرة فبالتالي يمكن يكون عندنا أدوات للرقابة معالي الوزير هل تأكدتم من وصول هذه التسعيرة لكل المواطنين في البلاد؟ هناك دورية التي تعرف بالتسعيرة فبالتالي أنا أطلب من المواطنين فقط أن كل ما يلاحظون تجاوز فبالتالي هناك قنوات لوضع الشكاية حتى يتسنى لنا أن نقوم بالترقب وبالإجراءات اللازمة أعرجتم على مادة الأكسجين وتوفرها في داخل المستشفيات وهناك حاجة كبيرة في هذا الوقت تحديدا هل تجاوزتم هذه المرحلة؟ وهل تم توفير هذه المادة لكل المراكز الصحية في البلاد؟ وهناك أيضا نداءات من قبل الشارع المغربي بأن يتم توفير هذه المادة وزيادة الطلب عليها خلال الأيام القليلة الماضية شوف أستاذ حازيم مادة الأكسجين في الأيام الأخيرة نظرا لتساعد عدد المرضى في حالة حرجة استهلاك المادة الأكسجين تضعف يعني وصل إلى 15 مرة أكثر من الحالات العادية فبالتالي ندرة المادة اليوم وإغلاق الحدود التي يجعل أنها تكون صعوبة في التجارة بها المادة خلق واحد الصعوبة لإيجاده ولكن هناك مواكبة لأن المغرب لا يقتصر على الصهارج لمادة الأكسجين فقط وتزويدها بشاحنات المزودة ولكن كذلك انكبنا على المولدات يعني محطات للتوليد الأكسجين فهي كذلك حلول من الحلول النهجعة التي تمكن المستشفيات من مادة الأكسجين وتصرفها إلى المرضى عند الحاجة إذن الآن هناك تساؤل عن الأعداد المتزايدة بعض المناطق كانت الحالات فيها صفر بعد فترة وجيزة تم الحديث عن أن هذه المناطق المتواجد فيها أعداد كبيرة من الإصابات والوفيات ما السبب في ذلك؟ هل السبب هو عدم التزام المواطن المغرب بإجراءات وتعليمات السلامة الصادرة من قبلكم أم أن التقديرات كانت تشوبها بعض الأخطاء؟ شوف المراقبة الوبائية والرصد الذي لاحظناه في بلاد المغرب أن في فصل الصيف كانت العداد المتزايدة ملاحظة في مناطق الشمالية في المغرب وهذا نظراً للحركية للمواطنين المغربة في فصل الصيف إلى مناطق الشمال ومناطق الشمال بعد انتهاء فصل الصيفية وفصل العطل ووقت العطلة الحركية كلها انكبت إلى وسط البلاد فبالتالي اليوم مدينة الضربدة تشكل الفرق على باقي المدن في المغرب يعني هناك تبينات بين المدن والملاحظة أن الحركية هي السبب الكبير لتزايد الأعداد ولسيما عند التراخي المواطنين في احترام الإجراءات الوقائية ننتقل الآن إلى محور ثاني معنا في هذه الحلقة مع علي الوزير نتحدث الآن عن جهود إنتاج اللقاحات وهناك خلال الأسابيع القليلة المقبلة حديث عن إنتاج لقاح بأياد مغربية بداية أين وصلت هذه الجهود والشارع المغربي يريد أن يعرف أكثر كيف سيتم التعامل معه الاستراتيجية في التوزيع كيف ستكون وما أصل هذا اللقاح وهو في الحقيقة المجهود كان منذ الأوائل بإجراءات استباقية وبتوجيهات جلالة الملك المملكة المغربية انكبت على هذا الموضوع منذ الأوائل لأن تدبير الجائحة منذ الأوائل كان لازم أن السبيل هو في الآخير اللقاح نظرا لانتكاسات التي عرفها دول العالم فبالتالي نتكلم عن اللقاح نتكلم كذلك عن الندرة ندرة اللقاح والكيميات فبالتالي لازم من البلدان أن يعملوا على التموقع حتى يتسنى لهم اقتناء اللقاح في الوقت المناسب كذلك المغرب عمل على ذلك وتعامل مع بلدان شقيقة وصديقة حتى يتسنى لهم كذلك اقتناء اللقاح في الوقت وفي الزمن المحدد وذلك ناتج عنه ناتج عن بعض استراتيجيات تشاركية عندها عدة مزايا من المزايا مش هناك فارق فقط المعاملات التجارية ولكن تبادل الخبرات وكذلك انتاج وحدة انتاجية صناعة وحدة انتاجية لانتاج اللقاح لاننا اليوم لا نعرف متى نحتاج لقاح كوفيد 19 هل سنقتصر على جرعة واحدة جرعة اتنتين او هل هناك موسمية لهذا الفيروس يعني عدة تساؤلات تبقى مطروحة الجواب عنها ربما الزمن هو كفير ليأتينا بالجواب نعم نتحدث عن اللقاح بشكل خاص هل هو لقاح مغربي ام انه بالتعاون مع شركات خارجية مثلا سبوتنيك فيا الروسية او حتى في فايزر او مدن الامريكيتين واسترازينيكا البريطانية لماذا اخترتم بعض هذه الشركات للتعامل وسيتم تصنيع بالتالي هذا اللقاح على الاراضي المغربية وهو اختيار اختيار على حسب التعاون التنائي او متعدد البلدان يعني تعاملنا مع عدة بلدان لازم في الاول ان نتعامل مع ان نختار كثير من السبول لاقتناء اللقاح هذا من ناحية من ناحية تانية لازم اي بلد يختار منهجية اللقاح ضروري من تعدد اللقاحات حتى يحصل على التمنيع الجماعي فهذه من من توصيات المنظمة العالمية للصحة ان اللقاح واحد غير كافي للحصول على التمنيع الجماعي وكذلك لازم من اللقاح عدد كثير من الساكنة ونسبة عالية فوق 60% والمراد هنا هو التمنيع الجماعي والتمنيع الجماعي يمكننا نحصل عليه إذا عملنا حسب استراتيجية وحملة وطنية في مدة قصيرة لازم يكون المدة قصيرة حتى يتسنى لنا العودة إلى الحياة الطبيعية هل سيصل اللقاح لكل المغاربة هناك قاعدة في المنظمة العمية الصحة اللقاح لازم يكون للصفوف الأمامية من رجال ونساء ورجال الصحة الأولين المعرضين لأخطار الكوفيد ثانيا ناس رجال الشرطة والرجال الضرك والرجال الأمن الذين يصهرون على الأمن وعلى البلاد ومن هنا ننطلق كذلك نختار يعني كان ناس ذوي الهشاشة الصحية والمسنين يعني هناك قاعدة منظمة العالم الصحيحات أفدت بها جميع البلدان وكانت استراتيجية واضحة في هذا المجال ولكن نظرا للحمل الوطني التي تقتصر على 12 أسبوع فهي مدة قصيرة فبالتالي السؤال يبقى تنائي حقيقة يعني ما عنده أهمية كبيرة بما أن اللقاح سيكون واسع 80% من الساكنة مستهدفة في ضرفية زمنية قصيرة نعم نود منك تطمينات للشارع المغربي وتأثير ذلك أيضا حتى على البلدان في إفريقيا المغرب لها دور رائد في التعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمات أخرى متى سيتم توفر هذا اللقاح والبدء بالفعل بحملة التلقيح كما أشرت للمراكز الأمامية وأيضا للذين يعانون من هشاشة وأمراض مزمنة نعمل جاهدا على توفيري في شهر دجمبر حتى يتسلنا بإعلان على اليوم لانطلاق الحملة الوطنية للقاح اليوم ليس لي الجواب وجواب محدد ليوم محدد لانطلاق الحملة لازم نصبر شوية حتى يقتناء اللقاح في شهر دجمبر إن شاء الله ماذا معالي الوزير عن علاقاتكم مع الدول الإفريقية في توزيع هذا اللقاح وأيضا تبادل الخبرات في التعامل مع تفشي فيروس كورونا في أي مرحلة الآن المغرب هناك تعامل جد متميز وعلاقات صداقة وعلاقات شراكة تنائية واتفاقيات استراتيجية أو صاحب الجلالة يوصي بهذا التعامل على المستوى القاري فبالتالي عرفناه في أوائل تدبير الجائحة لازم سيستمر كذلك حتى ما بعد اللقاح المغرب الآن في أي مرحلة من مراحل تفشي الفيروس الموجة الأولى من المرحلة الثالثة في الموجة الأولى يعني هو تفشي على المستوى المجتمع ولسيما في بعض المناطق هناك تبيان هناك تباين بين المدن يعني فرق ما بين المدن المدن ليس هناك موضيل واحد يعني ولكن عموما عموما هناك نحن في المرحلة الثانية من تفشي الفيروس وتحكم بالنسبة لحالات الحالجة حيث أنه لاحظنا هناك استقرار في عدد الحالات وفي عدد الوفيات في الأسابع الأخيرة تتوقعون أن يستمر الوباء حتى عام 2021 من خلال المعطيات لديكم الطبية وتواصلكم أيضا مع اللجان والمنظمات العالمية نعم سوف يستمر الوباء حتى ما تم 2021 إذا لم يكن هناك لقاح فممكن نعرف انتكاسات أخرى فلا بد البصمة الأمل اليوم التي تبقى لحصر الفيروس هو اللقاح ولسيما أن عدة تساؤلات علمية لا زالت مطروحة على أرض الباقع ليس هناك وصفة وليس هناك علاج فبالتالي ما السبيل السبيل اليوم اللقاح الذي يكون هو بسمة الأمل أو إذا لم يكن هناك اللقاح فبالتالي سوف تلاحظون أن عدد من البلدان ترجع إلى الحجر الصحي وهذا ليس محمود وليس محبد نظرنا للعواقب الاقتصادية السربية والمجتمعية هل يمكن التفكير اليوم في المغرب مع ازدياد أعداد الإصابات والوفيات أن نعود مجددا للحجر الصحي الشامل الذي تابعناه قبل أشهر قليلة أم أن الأمر سيكون يعني ما بين إغلاق جزئي وفتح حسب المناطق وتزايد أعداد الوفيات والإصابات فيها نعمل جاهدا على على أن لا يكون الحجر الصحي حقيقة وبكل صراحة لأن عواقبه جد وخيمة ولكن رغم الإجراءات الجزئية وبعض الأحيان مختصرة على بعض المناطق وبعض الحواضر أو بعض المحافظات ولكن إذا كان هناك انتكاسة في السبيل يعني الوضع يكون مفروض يعني الوضع يفرد نفسه فبالتالي ليس هناك اختيار إذا كان الحجر الصحي يكون هو السبيل الوحيد فبالتالي سوف يكون هو السبيل الوحيد ولكن نعمل جاهدا لتجنبه قدر ما نشاء وأنتم أيضا تعملون بتوصيات جلالة الملك محمد السادس والتي تم الإعلان عنها أكثر من مرة خلال الأشهر القليلة الماضية في حال استمرت الحالة الوبائية على ما هي عليه والخطة البديلة مع عدم توافر اللقاح بشكل أو بآخر خلال الأسابيع المقبلة كما تخططون ما التعليمات والتوجيهات التي توجهونها للمواطن المغربي عملنا منذ البداية في تدبير الجائحة بتوصيات وتوجيهات جلالة الملك هنا كانت استباقية واحترازية وكانت مواكبة ومتابعة حتى اليوم بالتالي التوصيات اليوم في انتظار اللقاح لازم لانخيرات هذه مسؤولية فرضية ومسؤولية جماعية حقيقة البواطنين يعني عرفوا بعض التراخي كان منهم من كان لا يصدق الكوفيد وبعد ازدياد بعض الحالات الحارجة الأمر بدأ يأخذ منحة آخر فبالتالي نحط المواطنين على الالتزام بالإجراءات ولسيما بارتكاب الكمامة أو القناع الطبي حتى نحاصر انتشار هذا الفيروس وهذا هو السبيل الحد لاني موجود عند جميع البلد ليس هناك سبيل آخر ليس هناك هناك حلول أخرى من غير هذه الحلول هذه الحلول المتاحة نعم إذن هذه الحلول المتاحة ماذا عن الدور الحكومي المتكامل لتفشي كورونا والحد من ذلك وزارة الاقتصاد ما دورها في هذه الجائحة وهنا خسائر ربما بالملايين كيف كيف تتعاملون وتنسقون ما بين الأطر داخل الحكومة لحد من الأثار السلبية لتفشي كورونا هناك لجنة لجنة الكوفيد التي تعمل بين الوزارية بين الوزارات فيها وزير الاقتصاد رئيس الحكومة يرأسها رئيس الحكومة وتعمل على تقييم الحالة الوبائية وكذلك الأثار السلبية على الاقتصاد وعلى المجتمع ونحاول جميعا جاهدا جاهدين أن نأخذ الحلول الوسطى حتى نتمكن من توفق من جميع القطاعات فبالتالي الأضرار السلبية نعرفها الحجر الصحي كان له ثمن وأثار اقتصادية جد تمينة فبالتالي المغرب عندها شاشة في المنظومة الصحية عنده اقتصاد معروف لازم ملاءمة ولازم مواكبة واتخاذ الحلول الوسطى الملائمة أشكرك جزيل الشكر الأستاذ الدكتور خالد أيتي الطالب وزير الصحة المغربي شكرا لكم على قبول دعوة مدار الغد مجددا وسعدة جدا كنا كنا في هذا اللقاء شكرا لك شكرا